يعني ما تعتمدش ان فيه نسبة سماحية في المشروع الفلاني او نسبة دقة معينة في كل المشروع لان نسبة الدقة ليك انت لشخصك مش للمشروع بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياريت زي ما متعودين قبل اي حاجة نصلي على سيدنا النبي هنعرف في الفيديو ده الاخطاء اللي ممكن توقع فيها وانت شغال في المساحة هنتكلم عن الاخطاء بشكل عام وهنجمحها كلها في فيديو واحد تابع الفيديو ده للاخر وركز معاي علشان هتستفاد باذن الله بنسبة كبيرة وما توقعش في اخطاء سهلة جدا ممكن تحصل معك ولو انت اول مرة تشوف فيديو على القناة ياريت ما ننساش تعمل اشتراك وتفعل جر الجرس علشان يوصل لاكبر عدد والكل يستفاد ان شاء الله طبعا نظرا لطبيعة شغلنا في المساحة بشكل عام هتقابل اخطاء بتظهر معاك او اخطاء بتحصل معاك باختلاف طبعا حجمها ونوحها الاخطاء ده ممكن انك تتخلص منها او تتجنبها وطبعا ده بيكون مبني على عدة عوامل العامل الاساسي هي خبرتك في العمل او خبرتك في مجال العمل بتاعك او مجال المساحة خبرتك هي اللي هتفرق وهتنيز بينك وبين اي حد تاني وبتختلف طبعا دي من شخص لاخر فالخبرة انك انت تبقى لامم او شامل الاخطاء اللي ممكن تظهر معاك في الشغل لازم تكون على دراية تامة بمصادر الاخطاء اللي بتحصل هنا بتحكم الخبرة بين واحد والتاني يبقى مصادر الاخطاء عامة يعني مثلا هتلاقي حديث التخرج نفس الراجل الخبرة او نفس المهندس الخبرة اكيد لا طبعا اكيد الخبرة عدة بمشاكل كتير فبالتالي بيقى يتلاشى او يتفادى الاخطاء اللي ممكن تحصل معاك لان خبرته هنا بقت في مصادر الاخطاء فبالتالي بيقى ما يروح لهاش اساسا لان هو عارف انا لو عملت كده لا هيحصل خطأ فبالتالي هو عن تجارب في الخبرة بيقى يتجنب وبيقى شغله ادق من اللي هو هتلقى لسه حديث تخرج هيبقى لسه قدامه الاخطاء فبالتالي الفيديو ده ان شاء الله هجمعلك الاخطاء علشان ما توقعش فيها وتبقى عندك خبرة بمصادر الاخطاء اللي ممكن تحصل معاك وتعود نفسك دايما في شغلك انه تجيب اكثر دقة وانت شغال يعني ما تعتمدش ان في نسبة سماحية في المشروع الفلاني او نسبة دقة معينة في كل المشروع لان نسبة الدقة ليك انت لشخصك يعني انت لما تشتغل شغل دقيق بيبقى ليك انت قبل ما يكون للشغل انت لو اعتمدت ان المشروع ده فيه سماحية وليكن خمسة سنتي تمام ليه سماحية خمسة سنتي انت لو اعتمدت على السماحية لا ممكن الخمسة تلقى معاك ستة وسبعة وممكن تزيد لكن لو عودت نفسك لو استشاري قالك اخر خمسة لا انت برضو ما تعتمدش على الخمسة انك تجيب هالو لا انت عود نفسك على الدقة انك تحقق المناسيب كويس مثلا فلازم ما تعتمدش على نسبة سماحية برضو دي حيات بتزود من خبرتك وحط في بالك اني مهما اشتغلت بدقة برضو بيكون فيه نسبة خطأ بس نسبة خطأ على نسبة خطأ ما تبقاش كبيرة تبقى اقل ما فيها اقل ما فيها نسبة خطأ تمام؟ مفيش حزبة بتكون صحيحة مية في المية في شغل المساحة لازم بيكون فيه اقل نسبة خطأ ممكن بتحصل معاك ليه لان العوامل كتيرة وهقولك ايه العوامل اللي ممكن تجيب لك اخطاء فمهما كانت درجة دقتك في الشغل مية في المية لازم هتكون مصحوبة بنسبة خطأ وده زي ما قلتلك بسبب عدة عوامل هنعرف مع بعض ايه هي الاخطاء اللي ممكن تحصل وازاي اعالجها او اتجنبها عندي ثلاث اخطاء اخطاء شخصية من الشخص نفسه او المهندس نفسه اخطاء الية من الجهاز اللي انت بتشتغل بيه اخطاء طبيعية الجو طبعا واللي انت بتكون موجود فيه المكان اللي انت بتكون موجود فيه تمام؟ يبقى بيعتمد على الطبيعة يعني انت ما تدخلتش في اي حاجة فيه تنتج من امكانيات الشخص نفسه حسب خبرتك اخطاء شخصية طب زي ايه الاخطاء الشخصية عدم العناية والاهمال انت وبترصد مش واخد بالك مش حاطت في بالك تمام؟ ممكن انك انت حاسس نفسك متمكن وبتدي اهمال وشغال يعني مش واخد بالك دي طبعا دي بتعمل اخطاء معاك ممكن تعيد الشغل فلازم تبقى مركز يبقى محتاجة تركيز عدم الاهمال وترصد بدقة التوجيه الخطأ لازم توجه كويس تمام؟ مثلا انت شغال بتوجه على بريزم او عدسة فلازم تركز كويس انك انت توجه صح بمعنى ايه؟ مثلا انا البرزم بعيد مني فبالتالي انت لازم عشان تجمع البرزم تكون خبرة في التوجيه تكون اتمرنت كويس على التوجيه وتجمع البرزم بسرعة مثلا وتوجه عليه كويس لو موجهتش كويس دي خطأ برضو بيبقى شخصي بيجيب نسبة اخطاء لو موجهتش كويس على العدسة ورصد كده دي برضو هتجيب نسبة خطأ التسجيل الخطأ للمعلومات او التسجيل الخطأ للحسابات دي برضو خطأ شخصي يعني بيبقى خطأ شخصي ان انت اللي بتسجل لو مثلا شغل بالميزان هتسجل منسوب سطح ميزان وهتسجل الداة بتاعتك اللي انت هتشتغلها هتسجل منسيبه هتسجل قراءات ده كله بيعتمد اعتماد كله على الشخص نفسه او المهندس نفسه دي برضو مصادر اخطاء لازم تاخد بالك كويس في التسجيل بتاع الشغل بتاعك لازم تكتب كل الحاجة بدقة وتركز انت وبتكتب ازاي بقى اعالج المشاكل الشخصية دي اكتساب الخبرة بس انت محتاج ان انت تكتسب خبرة اكتر هتوقع في مشاكل كتير وهترجع تحلها بس في مشاكل بيبقى يعني حلها بسيط وفي مشاكل حلها طبعا بيكبر وانت شغلك كله مسئولية فلازم تتجنب اي اخطاء ممكن تحصل معاك يبقى لازم محتاج تدريب كويس وتتمرن كويس وتكتسب خبرة ده حلها ان انت شخصي الشخص بتاعك معتمد على خبرتك فلازم تكتسب خبرة كويس وتبدأ تشتغل اخطاء الية اتنين اخطاء الية دي بتكون اخطاء ناتية من الاجهزة المستخدمة يعني الجهاز اللي في ايدك اللي انت شغال فيه ده بيكون اخطاء برضو او بيكون مصدر خطأ عب في الصناعة نفسها بتاعت الجهاز تمام يبقى بيكون اخطاء الية يعني في مصدر الجهاز نفسه او في صناعة الجهاز نفسه فبتعمله معايرة زي ما احنا عارفين بنعمله معايرة ونعايره كويس وطبعا بنعرفها ان الجهاز بيكون جايب اخطاء في مناسيب مثلا حاجة وزنتها ورحت تشيك عليها لقيت فيها فرق فبالتالي بيكون خطأ آلي من الجهاز نفسه بتعمله معايرة فلازم تركز كويس وتشيك علي نفسك كويس انت وشغال ممكن يكون خطأ آلي مش خطأ شخصي بتاعك انت فلازم تركز ان الالة او الجهاز اللي انت شغال به كويس ومعاير كويس ثلاثة الاخطاء الطبيعية اخطاء طبيعية ممكن تحصل معاك انت وشغال ماليكش زم فيها زي شدة الرياح وضرية الحرارة والضغط الجوي هنعرف ايه بيسبب كل حاجة في الاخطاء دي او في المصادر دي طبعا دول كلهم ممكن يعملو لك كوارس في الجهاز اللي انت شغال به شدة الرياح طبعا هتجيب لك نسب اخطاء في الرصد او في ضبط الافقية بتاع الجهاز اللي انت شغال به تمام لان الرياح بتكون شديدة معاك فمتعرفش تشتغل كويس البرزم هو المساعد بيزبط المية بتاعته هيتلاقي نفسه مش عارف يزبطها كويس فبالتالي هتجيب لك اخطاء فالعوامل الجوية مش بتساعدك انت تشتغل بدقة ده مصدر من ضمن المصادر طريقة الحرارة والضغط الجوي ليهم معامل نسبي او ليهم ثابت نسبي بيكون طبعا بتدخله في الايهزة المساحية الالكترونية زي التوتل ستيشن مثلا بحيث ان الجهاز يعالج لك لو فيه نسبة خطأ من العوامل دي بيعالجها بنفسه عن طريق حساباته وبيحسب لك كويس نسبة الخطأ وبيضربها لك وبيشغلك شبهم ما بدقة يعني بيحاول يعوض لك الخطأ اللي بيتسبب به العوامل دي فبالتالي عشان كده بقول لك العوامل كتيرة عوامل شخصية وآلية وطبيعية فلازم انت لو خبرة هتحط في بالك العوامل دي وتسبتها في بالك بحيث ان انت تحاول ما توقعش في اي عامل او مصدر من المصادر دي وتبقى فاهم كويس انت شغال بدقة اتمنى الفيديو كنا لعجابكم والسلام الله وبركاته